مشاهدين للحديث أكثر عن هذا الملف ينضم معنا قائم مقام الكوفة دكتور حمزة العلياوي دكتور حمزة حياك الله أهلا بك معنا في نشرتنا الرئيس عبر شاشة دجلة نثمن لك قبول دعوة الحوار بداية ما أهمية هذا التعداد السكاني بماذا من الممكن أن يفيد المواطن العراقي أو تحديدا المواطن في قضاء الكوفة أبناء القضاء بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله ومشاهدي قناة دجلة الحقيقة اليوم على بركة الله تم التعداد السكاني التجريبي في قضاء الكوفة ضمن محافظة النجف وتوزع هذا التعداد على ستة مناطق وهي حي ميسان اثنين والزرقة ومنينة وكذلك الهيزان الشمالي والجنوبي الحقيقة هذا التعداد يختلف عن التعداد السابق الذي جرى قبل 30 سنة تقريبا وهو هذا يعتبر تعداد إلكتروني الذي يجري بـ 2011 لهذا العام هذا التعداد راح يسلط الضوء طبعا يتم تعداد كل العراقيين والمقيمين الأجانب كذلك راح تدرج البيانات في هذا التعداد يتركز على الجانب الاقتصادي الزراعي الصناعي وكذلك الفناديق أيضا راح تدرج بيانات المنشآت والخدمية كالمدارس والمستشفيات وكل المنشآت الحكومية أيضا يدرج البيانات الوحدات السكنية الشقق وكذلك الدور ومتى وصول الخدمات من ماء وكهرباء لهذه المناطق إذن التعداد هو هذا تنموي يهدف إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين في المنطقة أو في القضاء أو في المحافظة الحقيقة هذا التعداد راح يساهم كثيرا نحن يعني من خلال هذا التعداد راح يصير أنه تقييم كبير لمناطقنا ممكن أنه من خلال هذا التعداد نعرف أعمار الشباب من 6 إلى 12 سنة أو من 18 سنة إلى 24 راح نعرف اشقد نحتاج مدارس في المنطقة اشقد نحتاج مستشفيات اشقد نحتاج جامعات في محافظة النجف إذن كذلك للمراكز الصحية من خلال هذا التعداد أيضا نعرف المناطق المشمولة بالخدمات راح إذن يسلطني على الجانب المعيشي للمواطن كثيرا راح يساهم أيضا من خلال التعداد راح نعرف أيضا التمثيل للمحافظة النجف وقضاء الكوفة لأنها أكيد راح يزيد من موازنة القضاء لأنه تدر قضاء الكوفة هو قضاء جاذب التعداد الحقيقي لا يمثل الموجود حاليا لا يمثل العدد الحقيقي لمنطقة قضاء الكوفة وإنما هو أكثر من هذا الموجود مسجل في وزارة التخطيط طيب دكتور حمزة دان يرحب بك من جديد من هي الجهات المشرفة على إجراء التعداد السكاني التجريبي وما هي المعاقلات والصعوبات التي تواجه هذه العملية الحقيقة قبل التعداد التجريبي كانت إلى لقاءات كثيرة مع كوادر الإحصاء هم المعنين في هذه الفترة بإعداد التجريبي الكوادر الإحصاء التابعين إلى هيئة الإحصاء كوادر الإحصاء النجف حقيقة وفرنا كل الدعم اللوجستي والأمني لكوادرنا أيضا حثينا المواطنين للمساعدة الفرق الجوالة وكذلك بينا أهمية التعداد وضرورة التعاون مع الفرق لتسهيل دخال البيانات إلى الفرق الجوالة حقيقة هو التعداد التجريبي الهدف من عدة معرفة المعوقات قبل التعداد العام لأنه من خلال التعداد التجريبي راح الفرق الجوالة تعرف ما هي المعوقات وما هي المشاكل التي تواجههم مستقبلا لغرض التلافي وتجنبها في التعداد العام الذي سوف يكون عشرين دعش لسنة 2024 إن شاء الله طيب دكتور هل هذا التعداد سيشمل مسح الأمراض الموجودة أيضا في الأقضية والنواحي هل سنشهد أيضا محاربة لبعض الأمراض سيساعد فيه هذا التعداد بالعكس كمحافظة النجف وقضاء الكوفة هناك دعم إعلامي للتعداد وحقيقة أكو استجابة كبيرة من الأهالي على أنجاح هذا التعداد لأنه هذا مثل ما تفضلت بينا للأهاليين والناس أنه هذا سيساعد في رفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال أنه البيانات التي سوف تثبت بهذا التعداد ولذلك أنه الخطة إن شاء الله ماشية بأتم الصورة ولا توجد أي معوقات بالناحية توفير الدعم لفرقنا الجوالة من عناصر الأمنية دعم معهم أيضا هناك نحن شخصيا حاضرين في كل الفرق الجوالة أنهم متواجدين ويوميا على اتصال مباشر مع فرق الإحصاء فالحمد لله إن شاء الله خلال 14 يوم المقرر للتعداد التجريبي إنه سوف إن شاء الله راح يتم قبل هذه الفترة بجهود كوادر دائرة الإحصاء محافظة النجف مشكورة وكذلك الفرق الساندة من بغداد دكتور حمزة كما نعلم هناك أيضا جالية كبيرة من العراقيين في دول الخارج أو المهجر هل من الممكن إجراء التعداد لهؤلاء أيضا على غرار الداخل؟ طبعا أنا مثل ما تفضلت أنه هذا التعداد يشمل للعراقيين والأجانب كل الأجانب راح يقيد أنه راح أنه نعرف أنه في محافظة النجف كم أو في قضاء الكوفة إشقق موجودين أجانب كذلك النازحين أيضا راح موجود حقل يثبت النازحين هذه الاستمارة تختلف الموجودة حاليا كل المعلومات نحتاجها موجودة في هذا التعداد والميزة الجيدة في هذا التعداد أنه ألكتروني التعدادات السابقة كانت ورقية هذا الإلكتروني بإمكان أنه البيانات ترفع إلى هيئة بنفس اليوم والدقة أيضا الفرق الجوالة متابعة الإلكترونيا من يصير خطأ رأسا يصحح الخطأ من خلال التواصل الإلكترونيا مع الفرق الجوالة طيب دكتور سؤال أخير وباختصار من فضلك هل ستكون نتائج التعداد التجريبي هي معتمدة أم سيتم الذهاب لإعادة الإحصاء خلال موعد التعداد العام لا التعداد التجريبي هو تجريبي الهدف من عنده أنه معرفة المشاكل التي تواجه الكوادرنا يعني الكوادر الإحصاء التي تقوم خلال 14 يوم رأى هو شنه المعوقات شنه المشاكل اللي راح يتعرضوها حتى يتم تصحيحها ومعالجتها قبل التعداد العام الذي يجري عشرين إدعاش إن شاء الله الاستعدادات جيدة بإنجاح هذا التعداد ودقة المعلومات إن شاء الله تكون جيدة من خلال تعاون المواطنين نحن حسين المواطنين عن طريق المخاتر أيضا عن طريق توعية بالإعلام إنه ضروري التعاون وإعطاء معلومات دقيقة بيانات للكوادرنا لأن هذا هو الهدف من عنده هو خدمتهم لأن هذا متى ما كانت البيانات دقيقة 100% أكيد راح يكون أنه هذا الناتج النهائي هو خدمة أهل في قضاء الكوفة وفي النجاة في الأشرف قام مقام الكوفة دكتور حمزة لعلياوي شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل والإضاحات